أمر مهم دكتور عمر في هذا السياق وهو موضوع الإعجاز العلمي يعني الإعجاز العلمي أمر دائما يربطون النظريات بالإعجاز العلمي يعني يقولون أي نظرية تخرج من الذي يربط؟ بعض الدعات الدعات بعض المسلمين نعم نعم ماذا يقولون؟ أي نظرية تظهر على أن يقولون نعم القرآن الكريم قال هذا نعم الحديث النبوي قال هذا نسمع كثيرا من ذلك عندما يأتي عالم في الغرب ويطرح ناظرية يقول له أن القرآن سبقك ب1400 نعم هناك أمور صحيحة فعلا يعني الإعجاز العلمي يوجد فيه أمور فعلا ثابتة وتدهش يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يعني الآن العلم الحديث اكتشف أن المواطن الألم النهايات العصبية المسؤولة عن علم متوضعة تحت الجلد مباشرة كيف اكتشفوا هذا وجدوا أن الحرق من الدرجة الأولى يعني البسيط يؤلم جدا الحرق الثاني من الدرجة الثانية أعمق منه يعني النار أو الاستواء للحم أو الاحتراق للحم وصل إلى تحت قليلا أيضا يؤلم جدا الحرق من الدرجة الثالثة عندما يتعمق لا يشعر المحروق بالألم فاكتشف العلماء أن النهايات العصبية المسؤولة عن الألم بالإحراق متوضعة تحت الجلد مباشرة هذه حقيقة علمية يعني في عصرنا هذا اكتشفوها القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى كلما نضجت أجسادهم جلودهم جلودهم يعني لو كان السياق العادي كلما نضجت أجسادهم بدلناهم أجسادا أخرى صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فالأمر واضح جدا إذا كان وضوح الآية بهذا الشكل والدراسة العلمية يقينية بهذا الشكل لا مانع من قول أن هذا يوافق القرآن الكريم طيب كثير من هذه الأمور تحدث اليوم لكني أرى في كلامك ربما اعتراضا أو استفهاما لقضية الاستدلال بالعجاز نعم يوجد توسع سيدي توسع كثير يعني هناك مبالغات تحميل للنصوص فوق طاقتها من قبل بعض الدعاات تقصد؟ نعم نعم يقول أي نظرية أي بحث حتى لو كان لم يثبت بعض يعني واحد يقول ربما عندي فكرة هذه النظريات العلمية الآن تبدأ بالخيال العلمي يقول أنا أفكر هذا ثم يبحث ويبحث حتى يؤكد نظريتها أو يتراجع عنها وينفيها نحن مجرد أنه قال عندي هذه الفكرة العلمية يقول أوه القرآن أشار إليها ياخي لا تربطوا المعجز المقدس بشيء متغير لماذا؟ لأن عندها يقولون انظروا عندما يتراجع هذا العالم يقولون انظروا أنتم تقولون إعجاز علمي فربطنا المعجز بالشيء المتغير إذا كان يثبت إذا كان فأذيس دليلا وكثير من العلماء أسلموا على هذا الإعجاز الحقائق سيدي يعني مثل ما قلنا حتى تصل إلى حقيقة حتى تصل إلى حقيقة يعني تتذبت بارك الله فيك عندما نصل إلى قطعية علمية نتكلم فيها ويكون القرآن واضح بعض الناس نعم يعني لا نأخذ الأمر بعاطفة بالضرط مجرد يعني إشاعة قليلة بسيطة نعم تأخذنا العاطفة ونذهب ونقول أن القرآن قالها نعم وبعد ذلك ربما يتراجع فتهتستقت الناس القرآن صحيح وهذا يفعلونه صديقي الدكتور مرهب في السقة كانت دراسته هو مختص في التفسير نعم دراسته الدكتوراه يعني مجلد كبير كان في ضوابط التفسير العلمي القرآن الكريم ناقشته بهذه الدراسة وكذا طبعا تعرفون أن الباحث يمكث سنوات وهو يبحث بهذا الموضوع نعم قال لي كثير من الإعجاز العلمي المخترع كما قلنا مصدره مواقع الحادية ما هدفهم من هذا هدفهم أن يشككوا الناس بدينهم ينشرون أشياء ظنية وينشرونها وينتظرون حتى تنتشر وتعرف نحن كلنا عاطفيون يأتينا الإيميل كان أولا الآن الواتس أب والوسائل التواصل انشر جزاك الله خيرا ونحن ننشر دون أن نتثبت فبعد أن تنتشر يقولون أوه هذه ليست حقيقة المية يكشفون دجلها وهي مصدرهم مصادر الحادية يوجد موقعنا يعني الشاب صغير في مقتبل العمر جزاك الله خيرا أردني الجنسية عنده موقع الآن على الفيسبوك قام بحملة حملة فتبينوا يأتي لمثل هذه الأمور العاطفية ويكشف زيفها فموجود على الفيسبوك أن أنصح الجميع بمتابعته وآخر فيديو نشره قال لماذا لا يسلم الأذكياء وذكر مثل هذه الأمور أننا نعتمد على العاطفة وأثبت في فيديو سابق أثبت أن بعض الأمور الرائجة بحث عنها مع فريق البحث الذي يساعده فوجدوا أن أول من نشرها موقع الحادي وموجود في الحلقة الأولى من تبينوا